دائما كان النجاح عنوانا لانطلاقة اي فنان او حتى اي شخصية في مجال الغناء وحتى التمثيل ولكن في عصر العلمة اصبحت في مواقع التواصل الاجتماعي لها مكانتها الخاصة في الاوساط الجزائرية بالتحديد كل جزائري يعرف صفحة شابة عندينا لكان لها صادة كبير باعتبارها اكبر صفحة صفحة وكذلك نقدا للفنانين ايجابيا او حتى سلبيا بعض الاحيان كانت داعمة وبعض الاحيان كانت صاخطة تقع صفحة الشابة عندينا في اياد مقرصني على مواقع التواصل الاجتماعي بالتحديد التطبيق انستغرام اللي كان بعد نشرها الاستوريهات خاصة واناخذوا فيها الصفحة لمدة عشرين ساعة الشخصية المجهولة على كل الجزائرين ولا حتى الفنانين اللي كانوا يتواصلوا معها على طريقة الفيديوهات ولا حتى رسائل في الخاصة تم اغلاق الصفحة رسميا بعد تهديدات من المقرصين الذي قال انه سينشر رسائل وحتى صور خاصة بصاحب هذه الصفحة ليعتبر مجهول بما انه استوريهات كانت على صوت امرأة وهي كانت صرحت وقالت انه هذه الصفحة واقف عليها يعني بزاف الناس وليس فقط انا شخصيا اذا الصفحة لشابة عنديلا تغلق بعد ما تم القاصنة ديالها هذا التهديدات اللي كانت صرحت بهم الشابة عنديلا على ستوري ديالها اللي كان في اقل من 24 ساعة لنكتشف انه الصفحة ألغيت تماما من تطبيق الانستغرام بعد ما قالت انه انا مضطرة انه اغلق هذه الصفحة تهديدات كانت من حتى الفنانين اللي كان في بعض الاحيان ما يعجبهمش الحال بطريقة ضريفة اللي كانت تنتقد فيها الشابة عنديلا على كل جديد لهم ومن جهة اخرى كانت تدعم الفن الجزائري باعتبار كان غايب على موقع التواصل الاجتماعي في بعض الاحيان كانت لها وجهة او حتى مرآة من طرف الواقفين على هذه الصفحة السخرة باعتبارها انه كين في الدول العربية وحتى اجنبية مثل هذه الصفحة اذا اغلاق رسمي بعد ما كان تقم هاشتاغ ماجازين متتبع لكل احداث هذه الصفحة وين توقعنا انه الصفحة تغلق ولكن بيس بهذه السرعة لان نرى انه الصفحة يعني سحبت من تطبيق الانستغرام